برج الجدي رح نشوف طاقتكم ورق عام لمحة عاطفية تحذير ومسج من الحبيب ورح ناخد اوراكلز فخلينا نشوف طاقتكم هذا الشهر كيف عاملة ان شاء الله تكون ايجابية طاقة حلوة ان شاء الله تكون لبرج الجدي عم بشوف طاقة اللي هو من بعد انتظار يعني طاقة انتظار رح تكون في اول الشهر ولكن بشوف بعد الانتظار في حصاد يعني في عندك طاقة كبيرة لحتى تحتحمل اللي هو الانتظار اللي قلنا عليه ولكن في عندك حصاد في نهاية الشهر انا بشوفها لانه هاي الطاقة عم بتكون بطيئة شوي فنحن فتحنا على اكتوبر فعم بشوف لانهاية الشهر لحتى تحصل على الموضوع اللي كنت تحارب عشانه او كنت تنتظره يا جدي شوف بشكل عام ازا جدي عندك سفر حبيبي في عندك سفر للناس اللي كانوا اه زي ما قلنا ممكن يكون نفس الكرت اللي قلنا عنه الطاقة تبعتك طلعت انه انتظار بعدين الحصول على ممكن تكون عم تنتظر اليك فترة طويلة بسفر ولكن في هاي الفترة عم بتسافر في هاي الفترة عم بشوف الطاقات قبل ما انسى عم بتكون هوائية ترابية بامتياز اه مائية اكتر شي عم بشوفك اه في شخص في شخص ممكن تكون طاقة مائية او هوائية هذا الشخص رح يقدم لك عرض وانت تكون رح تكون في حيرة ما بينه وما بين امر تاني هذا الشخص انا شايفة انه اكتر عاطفي الموضوع من ما هو ميهني او كذا هذا الشخص عن جد عم بيقدم لك من قلبه وعن جد هو انسان بيستحق انه ينعطى فرصة فمستغر بليش انت عم بتصد او عم بتقارن او عم بتحاول تختار هذا شخص بيمبين بالاوراق رجع تكرر عندنا هون يعني مصر على طلبه مصر على خلينا نقول على ممكن يكون على فكرة كمان ترابي مصر على طلبه رح يصر كتير شايف العلاقة مستمرة مع هذا الشخص مع انك رح يتفكر كتير لانه يمكن شخص شوي الظاهر مش يبين زي الباط الظاهر مش زي الباطن اه ما بيعرف يعبر عن مشاعر ويمكن انت فهمته غلط اه هذا الشخص رح يرجع باكتر من عرض باكتر من اكتر من مرة لما احكي عن العطفة دائما يعني احيانا ممكن يكون عكسية الموضوع القراءة اه عم بشوفك اه في العمل منهك عم وكأنك عم تنسى العاطفة بالعمل عم تحاول تشتغل اه كتير كتير لحتى انه يعني يدوبك تقدر اه تغطي اه امور لكن شايفي عندك بعدين رح تصير وفرة مالية في النصف الثاني وخاصة اخر الشهر رح يكون في وفرة اه مالية من بعد اه اللي هو يمكن تضطر انه تاخده فلوس من حدا تضطر اه انه اه يعني في في بداية الشهر شوي اه نقص في المادة اه ولكن في نهاية الشهر عم بشوف العكس شوي عم تتبدل الاوضاع يجدي عم بشوفك عم اه بتحط حدود عم تنهي علاقتك بمجتمع باكمله يعني باشخاص كتير عم تشمل الموضوع يعني مش بس شخص واحد عم تنهي عم بشوفك كتير صارم هاي الفترة بس اللي هي الصرامة اللي في محلها يعني الجدية والحكمة اللي فعلا يعني في محلها وفي وقتها وفي مكانها الصحيح من بعد ما صبرت على هدول الاشخاص في حياتك من بعد ما صبرت على الازى اه منهم وخاصة في العمل انا عم بشوف العمل اكتر شيء اه في عندك عيون عليك في اه شخص اما ممكن يكون ترابي زيك او هوائي هذا الشخص كتير عم بي عم بيحاول انه اما يشوه السمعة او انه يعمل لك شيء بس اه ما قادر ولا رح يقدر لانه في انتصار عليه انت عم بتهمشه بطريقة فضيعة وهذا الاشي عم يحرق دمه اه اكتر واكتر هذا الشخص كمان ممكن يكون اه عاطفيا يعني عم بيحاول انه يجاكر فيك او كذا ولكن انت اه عم بتهمش الموضوع عم بتقلل من شأنه اه ولكن انت جواتك في مشاعر كبيرة وهو جواته في مشاعر اه كبيرة شايفه فيه ممكن تكون عندك فيه الام ارهاق من كتر العمل من كتر الحركة من كتر التفكير ممكن اه شايفه شوية ارهاق عندك اه تعب يمكن تتعب بس لا يوم واحد او لا فترة اصيرة كتير اه بعدين تسترجع اه قوتك وحيويتك زي ما بنعرفك الجدي نشيط جدا جدا ما شاء الله بطريقة حلوة لنا نشوف بشكل عام عن العاطفة بشكل عام عم بشوف اه علاقة ثلاثية مسيطرة بي ولكن اه عم عم تتهمش من الطرفين منك ومن الشريك اه شايفه فيه بعد عن العلاقة الثالثة اه اه ولكن رح تكون هي يعني بارزة اكتر اشي في النصف الآخر او في النصف الثاني من اه اكتوبر بالنسبة للمتزوجين اه ممكن يكون فيه خلينا نقول مشكلة شوي عابرة شوي فيه شوية شك شوية غيرة اه ولكن هذا الموضوع شوي رح يتصعد يمكن من طرفك او من الطرف الآخر اه ولكن بعدها رح تروء الامور يعني مش هالمشكلة الكبيرة لكن انا بتوقع المشكلة لها علاقة فيه علاقة ثلاثية انت فيه قرار معلقه او الطرف الثاني معلقه اه ما شايفه الامور عم تصفى مية بالمية بهذا الشهر يمكن شهر اللي بعده ان شاء الله يكون احسن بس شايفه شوي فيه امور معلقة فيه انتظار فيه بالنسبة للعاطفة اه بالمستقبل ممكن يكون جدا فيه عائلة مع الشخص اللي بتحبه اه اه ولكن في هذا الشهر انا عم بحكي عم بتكون فيه علاقة ثلاثية اه شوي عم بتخرب المواضيع والامور اه مع انك انت فيه كامل قوتك عم بتحاول انه اه اه توقف هذا الموضوع او تنسحب منه اه اه ولكن في النهاية انت بتحب الطرف الثاني والطرف الثاني عم بيحبك عم بشوف فيه حب صافي بناتكم اه مع وجود اشخاص اه كتير حساد او اشخاص اه او اشخاص اه عوائق ممكن تكون هاي في العلاقة اه ولكن الحب موجود هذا اهم شي يعني موجود بشكل فضيع عشان هيك فيه فيه تعليق اه للامور اوليت اه نفس الشي العلاقة الثالثة رجعت اه بيانت اه اذا فيه اسف لبرج الجدي يعني منه قراءة مش كتير ايجابية طلعت اه ولكن الحلو في الموضوع انه اه مستقبلا اه رح يكون فيه بواد الخير رح يكون فيه خير على ال بالمادة على فكرة وبالعاطفة مع انه ورق عاطفي اه فيه ممكن يكون اه اشخاص معجبين فيك ولكن انت ما عم تعطي اه فرص هذا الشهر بشوفك عم تعطي فرص اه كتير انت يا برج الجدي اما من مرة ما تعطي فرص او عم تعطي فرص كتير فعم بشوفك عم تعطي ناس كتير اه اهمية وهم ما يعني ما جديين ما كتير عم بيكونوا جديين في الموضوع احذر بس من الاشخاص اللي جداد في حياتك او اللي بدك تدخلهم يعني حتى لو كنت تعرفهم تدخل معهم في علاقة اذا كانوا هم هوائيين او حتى ناريين اه شوي نحذر من هذا الموضوع اه في ادكشن رجع بيين عندي ادمان معين على شي معين اه عم بتحاول انك اه تتركه ولكن يعني هذا الشهر كمان معلق هذا الموضوع هذا بشكل عام نرجع نعمل كراءات تفصيلية طبعا بس اه عم نعمل بشكل اه مختصر لحتى ما نطول عليكم اه خلينا نشوف التحزير هاي الفترة لبرج الجدي شو عم بيكون? او نفس الكرت اللي طلع مش مش عارفة لاي برج برضو توقيع على عقد في عندك عقد زواج ان شاء الله ما يكون طلاء يا رب لانه شايثة في قلب حب في حب الموضوع في يعني هذا الموضوع خير مش شر فهو توقيع على اوراق اما تكون سفر او زواج او عمل ففي توقيع عقد بس بقولك احذر انه ادرس اه الموضوع منيح قبل ما تاخد اه القرار كمان ممكن يكون عندك مساءلات قانونية شغلات لازم تسكرها او شغلات طارئة قانونية ممكن تطلع لك اه فتكون حزر شوي يا برج الجدي شوف مسج من الحبيب او كلمة بحكي لك اي نيد تايم توهيل بدو بدو فتر عشان يسترشي ما هو عرف شو انت عامله اه ممكن تكون عكسي القراءة طبعا لانه عاطفية بس وكأنه انت عامله شي او عم بقولك انا بس بحاجة فترة لحتى استشفي لحتى انسى اللي صار لحتى اه يعمل هيلنج فبس بقولك انه هاي فيها كمان انه انتظار انه انتظرني او شي اه لانه لو لهيك ما ما يعني ما ببعت لك هاي المسج او ما بيقولك هاي اه المسج خلينا نشوف اوراكل اه برج الجدي في مين هاي ممكن تكون تحذير يعني مصيحة في مين عم بيبني لك قصور في الهوى او بيت في الهوى او اوهام بيقولك اه يعني احذر من 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 هاي المواضيع في مين عم هذا الشهر عم يعيشك باوهام او عم بيكذب عليك عم عم بشوفه عاطفي هذا الموضوع بقولك احذر من هذا الموضوع عبايب لبرج الجدي بشوفكم بالفيديو الجاي